نسميه اصطلاحاً الحكمة الربانية في صيام هذه الأيام الطيبة في صيام رمضان والحقيقة الحكمة الربانية متحققة في مناحي كثيرة من العبادات ولكن لم نتوقف أمامها لنسأل ما الحكمة في مقادير الزكاة لم نسأل ما الحكمة في عدد أيام التشريق مثلاً ما الحكمة ما الحكمة ما الحكمة والآن السؤال ما الحكمة في صيام نهار رمضان وليس ليلة مثلاً ما الحكمة في أن يكون الصيام من الفجر إلى المغرب وليس العكس وكذا الأمور لكن هناك حكمة مخفية نسمع طرفاً منها من فضيلة مفتي الديار المصرية كل الشكر لسيادتك على اختيار هذا التعبير لأنه أحياناً بيبقى سؤال حائر لدى بعض المتشوقين للاستزادة من علم فضلتكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد الحقيقة سيادتك لا موضوع مهم بيجعل هناك قرب من الله سبحانه وتعالى وبيجعل هناك لجوء إليه سبحانه وتعالى لأننا في بعض الحالات قد لا نستطيع أن نصل إلى الحقيقة من وراء التكليف لماذا كلفنا على هذه الهيئة؟ فنجد بنقرأ مثلاً في الصلاة نجد الصلاة في الحقيقة في أغلبها شيء تعبدي يعني بأننا العقل عاجز عن إدراك حقيقة الهيئة التي أمران الله أن أصلي عليها لماذا؟ لماذا أمراني أن أصلي الصبح ركعتيني وفي الظهر أربعة وفي العصر أربعة وفي المغرب تلاتة وفي العيشة أربعة ولو جئنا إلى الحج مثلاً بنجد في الحقيقة أغلب تعبدي يعني العقل عاجز أيضاً في أننا أولاً نحرم على هيئة معينة وبعدين بعدما نتلبس بهذا الإحرام بنذهب إلى بيت الله الحرام ونطوف حول الكعبة المشرفة سبع أشواط تبدأ من الحجر الأسود وتخلي الكعبة عن شمالك إلى أن تنتهي إلى الحجر الأسود بشوط وهكذا تخلص السبعة وبعدما تنتهي بتروح تسعى بين الصف والمهراء سبعة وبعدين بعد ذلك تذهب إلى الجمار في يوم النحر يوم العيد وترمي في يوم العيد جامرة العقبة الكبرى سبعة وبعدها اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني لمن تعجل بترمي سبعة 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 وهكذا في أمور كثيرة جداً في الحقيقة العقل بيقف عاجزاً عن إدراك لماذا شرعت هذه العبادات على هذه الهيئة وعلى هذا النحو فبيسموها في الفقه هذا اسم جانب التعبد في التكاليف التعبد التعبد يعني أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى على هذه الهيئة على هذه الهيئة والتسليم له سبحانه وتعالى بهذه الهيئة يعني كأن الخضوع في العبادة بهذه الهيئة هو جزء من العبادة جيد لكن أيضاً هذا لا يعني أن العقل عجز وأن العقل يقف هكذا أنا أخشى أن فهمت من كلام سيادتك أنا أعبد أن أسلم حتى ولو لم أدرك أنا بس أخشى إيه أنه نحن نتحدث وكأننا نسلم سلفاً ولا نعمل العقل لا حنعمل العقل نعمله كيف؟ حنفكر وحنسأل أنفسنا وليه ونحط علامات الاستفهام علامة الاستفهام هي جزء من مكونات العقل الاجتهادي جزء من مكونات العقل المسلم اللي هو بيتعامل مع النصوص ويتعامل مع الواقع جميل لابد أن يكون علامات الاستفهام كثيرة عنده جميل وحطها وحط احتمالات لعلّا 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 يعني هل 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 دي من صميم الإيمان؟ وهي شوف أنت عن سيادتك في الاجتهاد مركوزة على جملة من الأسئلة أيوة يعني عشان خطر أن نوصل لفتوى أنا حنسأل جملة من الأسئلة أولا هل ثابت؟ بزبوط يعني هل هذا النص الذي أرتكن ثابت ثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل؟ هل ثابت؟ طب إذا كان ثابت يبقى إذا نجي السؤال التاني ماذا؟ ما هو المعنى؟ ماذا نستنبط منه؟ بزبوط وبعدين نجي لسؤال بعد كده لماذا؟ اللي هو مهم بقى اللي هو في التعليل ما مقاومة من العرب هنا التدليل والتعليل جميل وبعدين التنزيل جميل يعني السبوت أولا السبوت وبعدين بعد كده التدليل ندلل ونشوف المعاني إيه ثم وبعدين بعد ذلك التعليل لماذا؟ خضية التعليل دي هذه المهمة في فهم لماذا شرعت هذه العبادات كويس فحنسأل لماذا شرعت الصلاة؟ لماذا شرعت الزكاة؟ يمكن حنعجز عن لماذا شرعت على هذه الهيئة أيها ما نعرفش نجاوب عليه لكن حنسلم الأمر لله سبحانه وتعالى وأقول له يا ربي أنا عبدك وأنت أمرتني وما على العبد إلا أن يطيع ربه سبحانه وتعالى فيما أمره بالهيئة التي يريدها قد لا أستطيع أن أصل لماذا؟ لكن أنا أعبدك على هذا النحو وأسلم الأمر إليك على هذا النحو لكن نفس قضية التسليم المحط والخضوع لله عز وجل والتعبد على هذا النحو فيه تهزيب للنفس جميل ومن ثم يأتي لماذا هنا الجواب عن لماذا فلماذا شرعت العبادات على وجه العموم؟ سترى بأن كل عبادة ستؤدي دورا مهما في تزكية هذه النفس التي بين جنبي وفي السموب الروح ستجد كل العبادات تنطلق إلى هذا الهدف أن المدرسة الربانية تتعدد فيها التخصصات في النهاية الدروس دي كلها تنتهي بشخص رباني نوراني يعني مؤمن إيمان الحق عامل على إعمار الأرض يعني تقصدنا الخريج هنا من المدرسة الربانية بعد كل هذه العلوم ينتهي لهذا بحيث أنه في النهاية هذا التلميذي النجيب اللي في مدرسة الربانية هذه لو أنت سألت